تتعالت أصوات الرفض من قبل أبنائها واصفين الأمر بالتجاوز على استحقاقهم الانتخابي مطالبين الحكومة ومجلس النواب العراقي بإعادة النظر بموضوع الانتخابات المقبلة فللموصل أبناء يمثلونها ولا حاجة لهم بغيرهم اليوم نقفنا في قلب مدينة الموصل بالقرب من المدينة القديمة نطالب بعدم تمرير هذا القانون وضم الأقضية والنواحي إلى مدينة الموصل نطالب الحكومة والنواب ومجلس النواب بإعادة النظر بموضوع الانتخابات لأنه غبن لأهالي مينوى وغبن للأقضية والنواحي أن الأقضية والنواحي هم أناس خارج قضاء المدينة المدينة هناك أناس تمثلها أبناؤها لديهم تاريخ في مدينة الموصل جراحهم واحدة أن يكون قضاء الموصل منطقة انتخابية لوحده تظاهرة خرجوا فيها مطالبين بأن لا تكون الموصل للبيع ويجب أن تكون الانتخابات عادلة بعيدة عن الاندماج فوراء الاندماج غايات سياسية لا تخدم المدينة وأهلها فقضاء الموصل وحده يضم نحو مليونين سمى واستحق أن يكون دائرة انتخابية لوحده دون الحاجة لضم أقضية تبعد عنه مئة كيلو متر خرجت اليوم نخبة من جماهر الموصل للتعبير عن رضها واستنكارها للتسريبات التي وصلتنا من داخل قبة البرنامان بأن هناك نية مبيتة لضم قضاء البعاج والحضر إلى قضاء الموصل وجعلها دائرة انتخابية واحدة وهذا قرار حقيقة ونوايا غريبة مثيرة للشك كو أن قضاء الموصل يضم تقريبا أكثر من مليونين سمى ويستحق أن يكون دائرة انتخابية لا بل أكثر من دائرة انتخابية واحدة الأمر الغريب أن قضاء البعاج يبعد أكثر من مئة كيلو متر عن الموصل وكذلك الحضر في حين هناك قضاء تلكيف يبعد ستة كيلو متر عن الموصل لكن تم استبعاده الموصل ليست للبيع ونرى بأم عينينا أن الموصل تباع وتشترى أمامنا لأبناء الموصل يجب أن تكون الانتخابات عادلة وتوزيع الدوائر الانتخابية لمدينة الموصل بوضع مستقل وليس بدمج اللقظة معها قضاء تلكيف والذي يبعد عن قضاء الموصل شمالا ستة كيلو مترات يتم استبعاده وضمه في الانتخابات المقبلة في حين التي تبعد عن المدينة مئات الكيلو مترات يتم دمجها الأمر الذي أحدث ضجة واستغرابا ومئات علامات الاستفهام لماذا لا زال التهميش مستمرا يتساءل أبناؤها من الموصل سعد منصور التغيير الفضائية